بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الوصول للشريف أبي عبد الله التلمسان رحمه الله تعالى ووقفنا عند كلامه على أسباب الترجيح من جهة المتن وذلك أنه تقدم معنا أن الترجيح قد يكون من جهة السند وقد يكون من جهة المتن ولا يصح الترجيح إلا إذا كان له سبب لأنه إذا لم يكن له سبب فإنه يكون عملا بالهوى واتباعا للرأي الذي ليس له مستند من الشرع ولهذا ذكر المصنف رحمه الله للترجيح من جهة السند عشرة أسباب تقدم معنا الكلام عليها ولما فرغ من ذلك شرع يتكلم على أسباب الترجيح من جهة المتن وقد ذكر أيضا عشرة أسباب والأسباب العشرة التي ذكرها هناك هي من أكثر الأسباب دورانا للترجيح بين الفقهاء ولا يقتصر الترجيح على هذه الأسباب العشرين التي ذكرها بل هناك مرجحات كثيرة جدا توسع فيها بعض أهل العلم كسيف الدين الآمد في كتاب الإحكام وفي كتاب آخر جعله خاصا بالترجيح تقدم ذكره معنا وهو كتاب منتهى السؤل في الترجيح وهو كتاب مطبوع نعم ومحقق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس السابع والثمانون من مجالس شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني رحمه الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله الفصل الثاني في ترجيحات المتن وأسبابه عشرة السبب الأول أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا فإن القول أقوى على الصحيح ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به ولا يدل على دوام الحكم والقول بخلافه نعم قال رحمه الله الفصل الثاني يعني من الفصلين الذين يتعلقان بالترجيح في ترجيحات المتن في هنا للظرفية المجازية في ترجيحات المتن يعني في الترجيحات المتعلقة بالمتن وأسبابه عشرة قوله وأسبابه عشرة هذا فيه تنبيه قوله وأسبابه هذا فيه تنبيه إلى أمر تقدم معنا وهو أن الترجيح لا بد أن يكون له سبب فإن لم يكن له سبب فإنه يكون اتباعاً للهوى وعملاً بالرأي المحضي الذي ليس له مستند من الشرع ولهذا المصنف رحمه الله العبر بكلمة أسباب وبعض أهل العلم يعبر بقوله أنواعه أو بنحو ذلك من العبارات لكن التعبير بالسبب يعني تعبير له دلالته وهو أن الترجيح لا بد أن يكون له سبب فإذا تعارض خبران وادعى شخص أن هذا الخبر راجح على ذاك الخبر ولم يذكر سبب الترجيح فهل يقبل ترجيحه أو لا يقبل لا يقبل لماذا؟ لأنه لا يعتبر ترجيحاً شرعياً لأن الترجيحة الشرعية له سبل وأسباب بيّنها العلماء حتى لا يكون هناك تلاعب بدلالات النصوص وعمل ببعضها دون بعض لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه لأنه كله وحي من عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز العمل ببعضه دون بعض إلا إذا كان هناك ثبة ومستند شرعي يعتمد عليه في هذا قال وأسبابه عشرة يعني الأسباب التي سيذكرها عشرة وإلا فإن أسباب الترجيح من جهة المتن كثيرة جداً ولسيما أن دلالات المتون دلالات واسعة جداً حتى إن بعض أهل العلم قال دلالات الألفاظ بحر خضم فقوله أسبابه عشرة ليس على سبيل الحصر وإنما ذكر أهم أسباب الترجيح من جهة المتن وكذلك قوله فيما تقدم أسباب الترجيح من جهة السند عشرة ليس على سبيل الحصر وإنما ذكر أهم أسباب الترجيح من جهة قال السبب الأول أن يكون أحد المتنين قولاً والآخر فعلاً فإن القول أقوى على الصحيح وصورة ذلك أن يتعارض خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما من قوله والآخر حكاية لفعله فهل يقدم القول أو يقدم الفعل والجواب على ذلك أنه إذا عرف المتقدم من المتأخر فإن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم كما تقدم معنا في منهج جمهور أهل العلم في الترجيح وهو أنهم يجمعون بين الأدلة إذا أمكن فإذا لم يمكن فإنهم ينظرون للتاريخ فيقدمون المتأخر على المتقدم فإذا لم يمكن ذلك إذا لم يمكن معرفة التاريخ فإنهم يعمدون إلى الترجيح ولهذا قال ابن أبي شامة في كتابه المحقق من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعارض قول وفعل ولم يعلم التاريخ فإنه يقدم القول فإذا قوله أن يكون أحد المثنين قولاً والآخر فعلاً يعني ولم يعلم تاريخ المتقدم منهما فإذا عرفنا أن المتقدم هو المتأخر هو القول قدمناه وإذا عرفنا أن المتأخر هو الفعل قدمناه لكن إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فأيهما يقدم هذه هي المسألة التي يتكلم عليها المصنف رحمه الله وقد اختلف علماء الأصول في ذلك على ثلاثة أقوال فمنهم من قال يقدم القول لأن دلالته أقوى وهذا هو الذي صححه المصنف رحمه الله فقال فإن القول أقوى على الصحيح يعني على القول الصحيح وإذا كان أقوى فإنه يرجح ويقدم على الفعل القول الثاني أنه يقدم الفعل لأن القول وإن كان أقوى من جهة الدلالة إلا أن الفعل أقوى من جهة أخرى وهي بيان الكيفية فله قوة من هذه الجهة القول الثالث التوسط في المسألة وهو أن القول أقوى من وجه والفعل أقوى من وجه فالقول أقوى من جهة دلالته لأن الاحتمال الوارد على دلالة القول أقل من الاحتمال الوارد على دلالة الفعل والفعل أقوى من جهة بيان الكيفية وهذا القول اختاره بعض المحققين من أهل العلم والمصنف رحمه الله يرى أنه يقدم القول على الفعل وفرع على ذلك المسألة وهي المسألة نكاح المحرم حال إحرامه وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين تقدم معنا القول الأول أنه لأن المحرم بحج أو عمره لا يحل له أن ينكح حال إحرامه لا يحل له أن يعقد عقد نكاح أو أن يطأ لأهله حال إحرامه وهذا مذهب جمهور أهل العلم واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فهذا نفي في قوله لا ينكح وهو مسلط على حقيقة شرعية وهي النكاح والقاعدة التي تقدمت معنا أن النفي إذا وجه إلى حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي ماذا؟ على نفي الصحة لا على نفي الكمال وذلك لأن نفي الصحة هو أقرب المجازين أقرب المجازين إلى الحقيقة وهي نفي الوجود لأنك إذا قلت لا نكاح فهذا يحتمل نفي وجود النكاح ويحتمل نفي صحة النكاح ويحتمل نفي كمال النكاح والمعنى الأول هو المعنى الحقيقي والمعنى الثاني معناً مجازي والمعنى الثالث معناً مجازي أيضاً وأقرب المجازين منهما هو المعنى هو نفي الصحة لأن نفي الصحة يلحق بنفي الوجود فهو أقرب المجازين إلى المعنى الحقيقي فقالوا قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا يدل على أنه لا يجوز نكاح المحرم وأنه لا يصح منه القول الثاني أنه يجوز ويصح وهذا هو مذهب الحنفية واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وهذا الخبر قول أو فعل هذا فيه حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالخبر الأول قول يدل على أنه لا يصح نكاح المحرم والخبر الثاني فعل يدل على أنه يصح نكاح المحرم فما الذي يقدم منهما؟ هل يقدم الخبر الأول لأنه قول؟ أو يقدم الخبر الثاني لأنه فعل؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه يقدم القول لأن دلالته ألا أقوى كما عرفنا وبناء على هذا إذا قدمنا القول فإن نكاح المحرم لا يصح حال إحرامه وهذا وجه من وجوه الترجيح وقد تقدم معنا في المجالس السابقة وجوه أخرى من هذه الوجوه أن راوي الحديث الثاني من هو؟ ابن عباس وراوي الحديث الأول من هو؟ عثمان رضي الله عنهما ومن قواعد الترجيح أن رواية الكبير تقدم على رواية الصغير وابن عباس رضي الله عنهما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ وقد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله الإجماع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغ قال وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ يَحْتَمِلُ فَإِنَّ الْقَوْلَ أَقْوَى عَلَى الصَّحِيْحِ ثم قال هنا وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ بِهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى دَوَامِ الْحُكُمْ فَعَلَّلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ تَقْدِيمَ القول على الفعل بأمرين الأمر الأول أن الفعل يحتمل أن يكون خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القول لأن الأصل في الألفاظ الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فإنه يحمل على العموم إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك ولا يكون خاصاً به صلى الله عليه وسلم ولا خاصاً بغيره وإنما يحمل على العموم المخاطبين إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك فدلالة الفعل على الخصوص أقوى من دلالة القول على الخصوص ولهذا قال وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به فقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم هذا يحتمل أن يكون خاصاً به صلى الله عليه وسلم بخلاف القول وهو قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح فهذا لا يحتمل الخصوص لماذا لا يحتمل الخصوص لأن لفظه عام وهو قوله المحرم فهو اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم كل محرم ولم يوجد ما يخصصه والأصل في الألفاظ العموم الوجه الثاني قال ولا يدل على دوام الحكم يعني الفعل لا يدل على دوام الحكم لماذا لا يدل على دوام الحكم لأنه حدث ينتهي بانتهاء الفعل أليس كذلك فإذا وقع الفعل وانتهى فإنه لا يدوم بخلاف الأقوال فإنها تدل على الدوام كما أنها تدل على العموم فهي أيضا تدل على الدوام تدل على العموم من جهة الأفراد وتدل على العموم من جهة الزمان وهذا هو معنى الدوام وهذان الأمران يقويان ماذا يقويان دلالة القول على الفعل هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله ومن الأمثلة أيضا والأمثلة كثيرة لتعارض القول والفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم الرجل قوما فلا يأمنهم في مكان أرفع من مكانهم فهذا فيه نهي عن أن يكون الإمام في مكان أعلى من مكان المأمومين وهذا الحديث يعارضه حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر كما في الصحيحين فتعارض هنا والمنبر مرتفع فتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي عن أن يرتفع الإمام عن المأمومين مع فعله الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو مرتفع عليهم فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله يقدم أي الحديثين يقدم الحديث الأول لأنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين الخبرين فقال الحديث الثاني يدل على جواز الارتفاع اليسير أما الحديث الأول فالنهي فيه عن الارتفاع إذا كان كثيرا وذلك لأن الارتفاع إذا كان كثيرا يمنع من المتابعة لأنهم لا يرون الإمام فلا يستطيعون متابعته بخلاف إذا كان الارتفاع يسيرا فإن المتابعة ممكنة أو ليست ممكنة ممكنة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتفاعه يسيرا لأنه كان ثلاثة درجات وهذا لا يمنع من متابعته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر السبب الثاني فقال قال رحمه الله السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه فالدال بمنطوقه أو لا ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الحدود فلا شفعة فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار على قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره وقد اجتمل هذا على سببين نعم السبب الثاني من أسباب الترجيح أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه فالدال بمنطوقه أولا وقبل أن نأتي للكلام على هذا السبب أشير إلى أمر مهم وهو أنه إذا تعارض خبران فقد يكون في أحد الخبرين سبب من أسباب الترجيح لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو الراجح لأن الخبر الآخر قد يكون فيه سبب أقوى للترجيح وقد يكون الخبر الآخر فيه أكثر من سبب للترجيح فلا يلزم من اجتمال خبر من الأخبار على سبب للترجيح أن يكون هو الراجح ولكنه يقال فيه إنه راجح من هذا الوجه لا راجح مطلق فهو راجح من هذه الجهة وهي الجهة السبب لكن لا يلزم من ذلك أن يحكم برجحانه لأن الخبر الآخر قد يكون فيه سبب أقوى وقد يكون فيه أسباب متعددة للترجيح قال أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه يعني دالا على الحكم بمنطوقه والآخر بمفهومه يعني والخبر الآخر يكون دالا على الحكم بمفهومه ونحن تقدم معنا تعريف المنطوق وتعريف المفهوم وعرفنا أن المنطوق ما هو دلالة اللفظ في محل النطق وأن المفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل النطق وقد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة معناه دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوي له هذه هي دلالة المفهوم وعما دلالة مفهوم الموافقة وأما دلالة مفهوم المخالفة فهي دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن المسكوت يخالف المنطوق به في حكمه ومفهوم المخالفة أنواع كثيرة لا تقدمت معنا وعلى هذا إذا تعارض المنطوق والمفهوم فأيهما يقدم الجواب على ذلك أنه يقدم المنطوق لماذا؟ لأن دلالته أقوى ولماذا دلالته أقوى؟ لأن دلالته بعيدة عن لأن دلالته أبعد عن الالتباس والاحتمال من دلالة المفهوم وما كان أقل احتمالا أو كان أظهر دلالة فإنه يكون أرجح فالمنطوق أظهر دلالة من المفهوم وأقل احتمالا ولهذا كان أقوى وفرع المصنف رحمه الله على ذلك المسألة المشهورة عند الفقهاء وهي الشفعة للجار هل الجار تثبت له الشفعة؟ أو أنها لا تكون إلا للشريك فقط؟ والشفعة ما معناها؟ استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد وهناك فرق بين الشريك والجار وإضاح ذلك أنه لو كان هناك قطعة أرض وهذه الأرض مقسومة نصفين نصف لزيد ونصف لعمر فزيد وعمر هنا جاران أو شركان جاران لكن لو كانت الأرض لزيد وعمر ولا لم يحدد نصيب زيد ونصيب عمر فهما هنا جاران أو شركان هنا شريكان فإذا الجار الجوار تكون الحدود فيه متميزة بخلاف الشريك فإن الحدود لا تكون فيه فإن حدود الأرض ونحوها لا تكون متميزة إذا تقرر هذا فالشريك تثبت له الشفعة بلا إشكال وهذا متفق عليه بين أهل العلم وذلك رفعا للضرر عنه لكن هل تثبت الشفعة للجار هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره الحنفية ذهب إلى أن الجار تثبت له الشفعة كما أنها تثبت للشريك واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره وهذا صريح في أن الجار تثبت له الشفعة وقد دل على هذا الحكم بدلالة المنطوق أو بدلالة المفهوم دل على ذلك بدلالة المنطوق وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجار لا تثبت له الشفعة واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فيما لم يقسم هذا الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق الحديث أن الشفعة تثبت للشريك لأنه قال الشفعة فيما لم يقسم ونحن قلنا إذا لم تميز الحدود فإن هذا يكون شركة لا جوارا فمنطوق الحديث أن الشفعة تكون للشريك ومفهوم الحديث أنها لا تكون للجار لأنه قال الشفعة فيما لم يقسم ففهمنا أن ما قسم تكون فيه الشفعة أو لا تكون أنه لا تكون فيه إلا الشفعة فلهذا قال الجمهور الشفعة تختص بالشريك دون الجار فيقول المصنف رحمه الله الحنفية هنا يرجحون الحديث الأول لأن دلالته من قبيل دلالة المنطوق أما يقول الحنفية يرجحون ثبوت الشفعة للجار بأن الحديث الأول يدل على أن الشفعة تثبت للجار بمنطوقه أما الحديث الذي استدل به الجمهور فيقولون هذا إنما دل بالمفهوم وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق يقدم بل إن الحنفية أصلا لا يعتبرون مفهوم المخالفة يقولون مفهوم المخالفة لا يحتج به أصلا لكن لو تنزلنا وقلنا إنه يحتج به فهذا مفهوم يعارض المنطوق والقاعدة عندكم أنتم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق يقدم لكن المصنف رحمه الله يقول مذهب الجمهور لا يدل عليه مفهوم الحديث فقط بل تدل عليه أدلة أخرى من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الحدود فلا شفعة فالحديث فيه جملتان الجملة الأولى تقدم بيانها وهي قوله الشفعة فيما لم يقسم وعرفنا أن لها منطوقا ومفهوما منطوقها أن الشفعة تكون للشريك فقط لأن الشريكة لا يكون فيها قسمة ومفهومها أن الجار لا يكون له شفعة هذه الجملة الأولى الجملة الثانية في الحديث وهي قوله فإذا صرفت الحدود يعني وضعت الحدود يعني وصار ماذا صار جارين صار متجاورين فلا شفعة فدلت على أنه لا شفعة للجار بمنطوقها فهذا الحديث فالمذهب الجمهور دل عليه المنطوق ودل عليه المفهوم والقاعدة أنه إذا تعارض منطوق مع منطوق ومفهوم فإنه يقدم المنطوق والمفهوم لأن المفهوم هنا تأيد بماذا؟ تأيد بالمنطوق وهذا يؤيد ما تقدم معنا أنه قد يوجد خبر من الأخبار فيه سبب من أسباب الترجيح لكن الخبر الآخر فيه ماذا؟ فيه أكثر من سبب أو يكون فيه سبب آخر للترجيح لكنه أقوى ولهذا قال المصنف رحمه الله وانتبه إلى كلامه يقول فإذا كان مع المفهوم منطوق يعني إذا اجتمع مع المفهوم منطوق لأن تدل على الاجتماع والمعية إذا كان مع المفهوم منطوق إن عكس الترجيح فقدم ماذا؟ قدم المفهوم لماذا؟ لأنه تأيد بالمنطوق وقال لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين ما هم هذان الوجهان؟ المنطوق والمفهوم وما دل على الحكم بوجهين أقوى مما دل على الحكم بوجهٍ واحد وانظر إلى دقة العلماء وتأملهم في دلالات الألفاظ وأن نظر العلماء في الدلالات وفي الأحكام ليس نظراً اعتباطياً وإنما هو قائمٌ على منهج وأصول من سار على هذا المنهج وهذا الطريق السليم فإنه سوف يصل للنتيجة الصحيحة ومن خالف هذا المنهج العلمي الذي سار عليه بناءً على استقراء يادلة الشريعة ولغة العرب ومعاني الشريعة فإنه سوف يقع في الخلط والخبط قال كترجيح أصحابنا أي المالكية وفاقاً لجمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الحدود فلا شفعة عرفنا أن هذا الحديث فيه جملتان الجملة الأولى لها منطوق ومفهوم وعرفنا جهة المنطوق وهي ماذا؟ أن الشفعة تكون للشريك فقط وجهة المفهوم أن الشفعة لا تكون للجار والجملة الثانية قوله فإذا صرفت الحدود فلا شفعة لها جهة المنطوق وهي أن الجار لا تثبت له الشفعة وهذه الجهة وهي جهة المنطوق توافق ماذا؟ توافق جهة المفهوم في الجملة الأولى من الحديث وقوله فإذا صرفت الحدود قلنا له جهة منطوق وعيضاً له جهة مفهوم لأن الشرط له مفهوم يعني فإذا لم تصرف الحدود يعني لم توضح فإن الشفعة لا تثبت قال فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أنه لا شفعة للجار وقد عرفنا كيف دل على ذلك على قوله قوله على قوله هذا متعلق بماذا؟ أحسنت متعلق بقوله ترجيح يعني ترجيح الحديث على على قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره لأن هذا يدل على أنه على أن الشفعة للجار من جهة المنطوق وقد عارضها الخبر السابق من جهة المنطوق وجهة المفهوم قال وقد اجتمل هذا على سببين اجتمل هذا الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى الخبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الحدود فلا شفعة قوله هذا إشارة إلى هذا الحديث على سببين سببين لأي شيء؟ للترجيح ما هما هذان السببان؟ المنطوق والمفهوم يعني قد اجتمل هذا على سببين تتمة الكلام وأما الحديث الذي استدل به الحنفية فقد اجتمل على سبب واحد وما اجتمل على سببين مقدم على ما اجتمل على سبب واحد وهذا له نظائر منها قوله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فهذا له مفهوم وله هذا فيه مفهوم وفيه منطوق فقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه مفهوم حتى أنهم إذا قاتلوا في المسجد الحرام فإنهم يقاتلون وقوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم هذا منطوق يوافق المفهوم السابق أو لا يوافقه يوافق المفهوم السابق فإذا اعترض معترض بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وتحريم الله سبحانه وتعالى يقتضي منع القتال فيه فيقال هذا منطوق يعارضه منطوق ومفهوم فهذا سبب من أسباب الترجيح يعارضه سببان وبناء على هذا فإنهم فإنهم إذا قاتلوا يقاتلون والأمثلة على هذا الكثيرة ثم ذكر السبب الثالث فقال قال رحمه الله السبب الثالث أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك فإنما قصد به الحكم أرجح كترجيح أصحابنا حديث جبريل في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا فقالوا لا فقال إنما هو فضلي أوتيه من أشاء قالت الحنفية فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل ولم يقصد به شرع الحكم وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم السبب الثالث من أسباب الترجيح أن يكون أحد المتنين قصد به بيان الحكم قصد به الشارع بيان الحكم والآخر لم يقصد به بيان الحكم وإنما قصد به شيئا آخر كالمتنان أو ضرب المثل أو غير ذلك من المقاصد فما قصد به بيان الحكم يكون أرجح لأنه أدل على الحكم لأن دلالته على الحكم أقوى فيقول أن يكون أحدهما أي أحد المتنين قصد به الحكم أي بيانه والآخر ليس كذلك يعني والآخر وإن كان فيه دلالة على الحكم إلا أنه لم يقصد به بيان الحكم فالآخر فيه دلالة على الحكم لكن لم يقصد به بيان الحكم وإنما قصد به شيء آخر كالمتنان كما سيأتينا في المثال قادم أو ضرب المثل كالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله أو قصد به غير ذلك فإنما قصد به الحكم أرجح لماذا هو أرجح؟ لأن دلالته على الحكم لا أقوى والشارع عنى الحكم بالبيان فالحكم هو المعني بالبيان فلهذا يكون أرجح من الخبر أو من المتن الذي ليس الحكم فيه هو المعني بالبيان ومثل ذكر المصنف رحمه الله لذلك مثالا وهو وقت بداية صلاة العصر فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين القول الأول وهو الذي عليه جمهور الفقهاء أن وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء القول الثاني أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثليه وهذا هو مذهب الحنفية وذكر المصنف رحمه الله دليل الجمهور ودليل الحنفية فقال كترجيح أصحابنا أي المالكية وفاقا لجمهور الفقهاء كترجيح أصحابنا حديث جبريل في أنه صلى الله عليه وسلم في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله وهذا صريح في أن وقت صلاة العصر تبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله على الحديث الذي تمسكت به الحنفية تمسكت به الحنفية في أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله وهو حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا قوله إنما مثلكم هذا يدل على أن الخبر هنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وقت ابتداء صلاة العصر أو قصد به شيئا آخر وهو ضرب المثل قصد به ضرب المثل فالخبر لم يسق لم يرد لبيان وقت صلاة العصر لبيان وقت ابتداء صلاة العصر فقال من يعمل ما بين غدوة الغدوة أو الغدوة هي أول النهار إلى نصف النهار على قيراط يعني على أن يأخذ قيراطا عوضا عن هذا العمل فعملت اليهود ثم قال من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا فقالوا لا فقال إنما هو فضلي أوتيه من أشاء قالت الحنفية يعني في وجه استدلالهم بهذا الحديث فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر ولا يصح ذلك يعني لا يكون أقل إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه والجمهور يجيبون على هذا بأن هذا الاستدلال لا يصح لأن هذا الخبر لم يرد لبيان وقت لبيان ابتداء وقت صلاة العصر بخلاف الخبر الأول وهو صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله فإنه قصد به بيان الوقت ولهذا قال له في اليوم الثاني ماذا قال الصلاة ما بين هذين فهذا يدل على أنه أراد بيان الوقت والقاعدة أنه إذا تعارض الخبران أحدهما قصد به بيان الحكم والآخر يدل على الحكم لكنه لم يقصد به بيان الحكم فإن الخبر الذي قصد به بيان الحكم يكون لا أرجح وهذا بناء على أنه يصح الاستدلال بالخبر في غير ما سيق له وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء أن الخبر أو أن الدليل يصح أن يستدل به في غير ما سيق له لكن لو قلنا الخبر لا يصح أن يستدل به في غير ما سيق له هل يحصل تعارض هنا بين الخبرين لا يحصل تعارض فالكلام المصنف رحمه الله مبني على ماذا مبني على أنه يصح الاستدلال بالخبر في غير ما سيق له قال فأصحابنا يرون أن هذا الخبر إنما قصد به ضرب المثل ولهذا قال في أول الحديث إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبل ولم يقصد به شرع الحكم وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم والقاعدة أن ما كان القصد به شرع الحكم فإنه يقدم على لغيره وأيضاً من الأمثلة على هذا مسألة مسألة الجمع بين الأختين الأمتين في النكاح فقد تعارض فيها آيتان كما قال عثمان رضي الله عنه لا آية تدل على التحريم على تحريم الجمع بين الأختين الأمتين ليس الكلام على الحرتين وهي قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين فالأختان في الآية لفظ عام يشمل الحرتين والأمتين فدل ذلك على تحريم الجمع بين الأختين سواء أكان الحرتين أم كان أمتين وهذه الآية يعارضها قوله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن الآية تدل على أنه يجوز نكاح يجوز وطع ملك اليمين لأنه قال ما وما هنا لفظ عام لماذا هو عام لأنه اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم فيدخل في ذلك الأختان الأمتين وبناء على هذا بناء على العمل بالعموم يجوز الجمع بين الأختين في النكاح الأختين الأمتين في النكاح لكن أكثر أهل العلم يجيبون على ذلك بأن الآية الأولى قصد بها تحريم الجمع لأنه قال وأن تجمعوا أما الآية الثانية فلم يقصد بها جواز الجمع وإنما قصد بها الامتنان قصد بها الامتنان فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بجواز اتيان ما شاء أحدهم من إيمائه والقاعدة أنه إذا تعارض نصان أحدهما قصد به بيان الحكم والآخر لم يقصد به بيان الحكم فإنما قصد به بيان الحكم يكون أرجح والأمثلة على هذا كثيرة منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة منها فإن هذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تأتي الضعينة من يوشك أن تأتي الضعينة من صنعاء إلى كذا ليس معها إلا الله سبحانه لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها فيجيب الجمهور بأن الحديث الأول قصد به بيان الحكم أما الحديث الآخر فهل قصد به بيان الحكم قالوا لم يقصد به بيان الحكم والقاعدة أنه إذا تعارض خبران أحدهما قصد به بيان الحكم والآخر وإن دل على الحكم إن كان فيه دلالة على الحكم إلا أنه لم يقصد به بيان الحكم فإنما قصد به بيان الحكم يكون الأرجح هذا هو السبب الثالث السبب الرابع والخامس نقف عندهما وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب والعلم يحتاج إلى صبر بل المطالب العالية تحتاج إلى صبر فكيف بالعلم وهو شديد فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيل وما دام أنه قول ثقيل فإنه يحتاج إلى أن يصبر عليه الإنسان ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذلي ومن لا يصبر على العلم أو على غيره فإنه لا يحصل خيرا ولا يدرك مطلوبا ولهذا ولهذا العلماء يقولون المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكرهات وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ومن ثبت نبت ومن اجتهد نال ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة بإذن الله سبحانه وتعالى والسعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بأن يسير الإنسان على جسر الأتعب والمشقة ومن يميل إلى الكسل ولا يستبر على الخير وعلى العلم فإنه ستكون عاقبته الخسران والندامة وسوف يسبقه الآخرون فإن هذه الحياة الدنيا في سباق والسابقون السابقون أولئك المقربون فمن وقف في الطريق فغيره لن يقف بل سيسير وسيدرك الخير ويحصل الثواب عند الله سبحانه وتعالى ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم بأن نجتهد بقدر الاستطاعة وأن نصطبر للعلم فإنه خير ما يصطبر له وإذا كان أهل الدنيا يصطبرون من أجل الدنيا فكيف بأهل الدين وأهل العلم وهو خير ما يصطبر فيه الإنسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أجمعيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر